موسيقى قدم المحام العام التمييزي في لبنان لائحة اتهام بحق مسؤولي جمارك حاليين وسابقين احدهما ورد التقارير بانه رجل حزب الله في الميناء ووجه غسان خوري اتهامات لعضو المجلس الاعلى للجمارك هاني الحاجش حادي ومدير اقليم بيروت في الجمارك بالانابة سابقا موسى هزيمة وفق الوكالة الوطنية للاعلام ولم يكشف التقارير عن الاتهامات ولم يذكر تفاصيل اخرى موسيقى علقت الامارات اصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها دول الذات اغلبية مسلمة منها ايران وسوريا والصومال وفقا لوثيقة اصدرها مجمع اعمال حكومي وقالت ان الطلبات الحصول على تأشيرات عمل او زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها افغانستان وليبيا واليمن حتى اشعر اخر وتابعت ان حاضر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا موسيقى